السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف التاسع معكم معلمتكم إسلام شحادة من أكاديمية مدارس رؤى الفاروق بدا نبلش اليوم مع بعض درس جديد بعنوان الجهاز التناسلي ولكن في البداية خلينا نستمع لآيات من قول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم بنتعرف بدرسنا لليوم على تركيب الجهاز التناسلي لكل من الذكر والأنثى في البداية الجهاز التناسلي الذكري أولا وظيفة الجهاز التناسلي الذكري هو تكوين الحيوانات المنوية وبتهيئ لها لإلها الظروف المناسبة لحتى تظل حيوية ولحتى تظل عائشة والعمل على إخراجه خلينا نتعرف على تركيب الجهاز التناسلي الذكري في البداية عندنا الخصيتين اللي حكينا هم عبارة عن أخدتين التناسليتين للذكر هلأ كل خصية فيهم محاطة بكيس حافظ بنسميه كيس الصفن طبعا هم موقعهم خارج التجويف البطني ليش يا ترى؟ لأن حرارة جسم الإنسان اللي هي 37.5 هي تكون مرتفعة عليهم بالتالي هي ما لازم يكونوا أقل من هاي الحرارة لأنه بالحرارة المرتفعة الحيوانات المنوية بتموت بالتالي لازم أن يكون موجودين في مكان حرارتهم تظلها مناسبة أقل من 36 هلأ كل خصية بتتكون من مجموعة من الأنيبيبات للمنوية المرتوية اللي بتكون الجاميتات الذكرية اللي هي عبارة عن الحيوانات المنوية بيبدأ تبكوينها عند الذكر طبعا في مرحلة البلو أما الحيوان المنوي فمكوناته أولا الرأس داخل الرأس في عندي النواة وعندي القطع الوسطى داخلها في الميتوكندرية وعندي آخر شيء الذيل يلي بيساعد الحيوان المنوي على الحركة في السائل المنوية اللي بنسميه المن طبعا بيوجد في الأنيبيبات المنوية خلايا بتنتج الهرمون الذكرية اللي أخدناه بالحصة الماضية أيضا عندي القنوات والأنيبيبات هاي الأنيبيبات المنوية بتنتهي في ما يسمى البربخ شو هذا البربخ بيعمل على انضاج الحيوان المنوي وبيخزنه إلى حين حاجة طبعا كمان في عندي وعاء ناقل بينقل الحيوانات المنوية من البربخ إلى الإحليل الذي يعد قناة بولية تناسلية مين هو الإحليل؟ إذن الإحليل هو قناة بولية تناسلية مشتركة بتنتج من اتصال الوعائين الناقلين بالقناة البولية بعد خروجها من المثانا وآخر شي عندي الغدد التناسلية الملحقة في عندي كمان غدد تابع على الجهاز التناسل الذكري يلي هم منها غدة البروستات الحوصلتين المنويتين وغدة كوبر شو وظيفة كل منهم؟ أول شي الحوصلتين المنويتين هدول بيفرزوا جزء من السائل المنوي تركز السائل المنوي بينقاسم لنصفين جزء منه بيفرزوا الحوصلتين المنويتين هذا الجزء اللي بتفرز هدول الحوصلتين بيعمل على تغذية الحيوانات المنوية بيسهل حركتها وهي عم تنتقل من البربخ إلى الإحليل أما الغدد التاني اللي هي غدة البروستات بتفرز جزء التاني من السائل المنوي يلي بيعمل على تشكيل بيئة مناسبة لحتى تضل هاي الحيوانات المنوية عايشة ونشيطة والغدة الأخيرة التابعة اللي هي عبارة عن غدة كوبار شو وظيفتها؟ وظيفتها إنها بتفرز سائل بنظف الإحليل قبل خروج السائل المنوي يعني بنظفه من شو؟ بنظفه من مجرى البول أما الجهاز التناسل الأنثوي نتعرف من شو بيتكون أولا المبيض ما حكينا؟ المبيضان هم غدتين رئيسيتين في الجهاز التناسل الأنثوي بينتج كل مبيض منهم بويضة خلال شهر يعني بالشهر الواحد بينتج عندي بويضة واحدة بنسميها جاميت أنثوي طبعا هاي البويضة بتدخل إلى قناة البيض القريبة منها شو هي قناة البيض؟ اللي هي عبارة عن قناة جدرانها عبارة عن عضلات ملساء بتنقبد وبتنبسط بتنقبد وبتنبسط لحتى تنقل البويضة داخلها وتسهل حركتها وين بتنقلها؟ بتنقلها إلى الرحم كيف بتنقلها؟ حكينا عن طريقة حركة الانقباض والانبساط وكمان في داخل هاي الأهداب من نسيج طلائي مبطن بيسهل برضو حركة هذه البويضة طبعا لما بتنتقل من المبيض إلى الرحم ليش؟ هلأ خلينا نشوف شو بتصير بالرحم اللي هي هاي البويضة ممكن إنها تتطور وتصير عبارة عن جنين وينما كانوا؟ داخل الرحم طبعا هذا الرحم هو مهيأ لحتى يستقبل الجنين كيف مهيأ؟ لأنه في عنده خصائص معينة منها المرونة قابل للتمدد والاتساع لحتى يتسع حجم الجنين يعني تقريبا أربع كيل شايفين قديش؟ وكمان في عنده جدار غني بالأوعية الدموية وبينتهي الرحم بقناة بعنق الرحم الذي يتصل بالمهبل شو هو المهبل؟ هو عبارة عن قناة عضلية قابلة للتمدد الصورة اللي احنا شايفينها اللي هي عبارة عن البويضة فيها نوام فيها سايتو بلازم فيها غشاء بلازمي وفيها خلايا تحيط بالبويضة يعني زي كأنها خلية زي أي خلية داخل جسم الإنسان ولكن لها وظائف معين هيك بيكون خص الفصل بتمنى أن الكل يكون وصلتهم المعلومات بشكل جيد ومناسب خلينا نحن أسئلة الفصل مع بعض سؤال أول بحكي لي بنا نضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة الآتية يفرز مواد تنظف الإحليل من أثر البول الحوصلتان منويتان غدة البروستات، غدة كوبر، الحوصلتان المنويتان وغدة البروستات شو جواب الصحيح؟ أحسنتم غدة كوبر تنتج الحيوانات المنوية في أحد أجزاء الجهاز التناسل الذكري الآتية الوعاء الناقل، الخصية، البربخ، الحوصلتين المنويتين أحسنتم داخل الخصية هيك يا زاسع بيكون خلص درسنا والخلص الفصل والسنة بحمد الله تعالى بتمنى السنة الجاية يشوفكم على مقاعد الدراسة بتمنى لكم كل التوفيق عليكم ماجه بالسؤال الثالث من أسئلة الفصل حلوء بعتولية أي حدا عنده أي سؤال يتواصل معي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة